هدوء سياسي نسبي تشهده الساحة السياسية العراقية قد يشير إلى اتجاهين لا ثالثة لهما بحسب المراقبين إما البحث الحثيث عن حل للأزمة السياسية المستمرة في العراق لإكمال الاستحقاقات الدستورية من خلال المشاورات بين القوى السياسية أو يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة من التصعيد والاحتجاجات في الشارع أنا أستبشر خيرا بالبهد الذي سوف يذهب إلى الحنانة لمقابلة السيد نقطة الصدر ورفض يحمل رؤية سياسية وبرنامج سياسي وهو سوف يذهب بحلين الحل الأول هو محاولة إقناع السيد المقصدر بالبرنامج الحكومة الذي طرحه السيد المحمد السوداني على مجموعة من البرلمانيين خلال يومين وهو كان برنامج اقتصادي الصرف في نفس الوقت تستعد عدد من القوى المدنية والاحتجاجية للمشاركة في تظاهرات يراد لها أن تكون حاشدة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لتظاهرات تشرين في بغداد ومدن عراقية أخرى تطالب بإنهاء هيمنة الأحزاب التي حكمت العراق على مدى عقدين موضوع التظاهرات عملية دستورية وممارسة قانونية لكنه دخول المنطقة الخضراء أو الممتلكات الحكومية هذا خط أحمر على الجميع احترام القانون والدستور نحن معا أن تكون هناك تظاهرات وتعبير عن الرأي لكن يجب أن يكون ضمن السياقات الدستورية واحترام القوانين العراقية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يشارك في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلال كلمته أمام الجمعية أن العراق على الرغم من تنظيمه انتخابات وصفت بالنزيهة والعادلة إلا أن القوى السياسية عجزت عن تشكيل الحكومة مما أدى إلى انسداد سياسي مستمر مؤكدا أنه سيدعو لجولة ثالثة للحوار الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية الحالية قرابة عام كامل منذ أن نظمت في العراق انتخابات نيابية مبكرة كانت تهدف لإحداث تغييرات سياسية كبيرة في العراق لكن القوى السياسية عجزت عن تشكيل حكومة عراقية جديدة مما أدخل العراق بانسداد سياسي لا تزال آثاره قائمة حتى هذا اليوم مصطفى القطان قناة الغد بغداد